ثارت شكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فعالية وسلامة أحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة نيابة العامة أكدت أن عقوبة الموقوف هي السجن لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بحق لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنضم إلينا من الرياض عالم الأبحاث الطبية والمسرطنات الدكتور فهد الخضيري دكتور فهد حياك الله معي في نشرة الرابعة من الرياض دكتور أنت ممارس يعني لازلت حتى الآن في القطاع الطبي وأيضا نشط على مواقع التواصل الاجتماعي وجزء كبير من مسائل التشكيك أو مسائل الشائعات دائما تكون في مواقع التواصل الاجتماعي دعني نأسلك يا دكتور هل لدينا اليوم حجم شائعات ومغالطات طبية كبيرة وكثيرة تستلزم الوقوف والحد منها كما سمعنا في الخبر قبل قليل نعم صحيح صحيح يوجد شائعات كثيرة يوجد حقيقة استغفال واستغلال للإجاه للناس أحيانا أو لخوفهم مثلا من بعض البرامج العلاجية والأدوية من الطب المبنع البراهين والطب المثبت علميا لأسف الشديد هؤلاء إما متاجرين بالصحة يتاجرون يبيعون خلطات يبيعون أشياء وهمية يبيعون مركبات مغشوشة مغشوشة أو حتى يعني ضارة أو مخلوطة بأدوية صحية وصحيحة لكن تختلف الجرعات وتزيد عنها يعني هم يا دكتور يحذرون مثلا يحذرون من المستحضرات الطبية أو الأدوية المعتمدة حتى يروجوا للطب البديل أو بعض الخلطات وغيرها ويمشونها وبيعونها بهكذا طريقة نفهمها نعم نعم هم الآن يعني أحيانا يحذرون من الأدوية ويضخمون الخطر من شركات الأدوية أنها ستتخلص من العالم وستخضي على العالم مليار الذهبي مليار الذهبي وكذلك أشياء اللي نسمعها وللأسف يتهمون أن شركات الأدوية بأنها تقتل الناس وكذلك هذا خير صحيح الشركات الأدوية تتنافس من عدة دول وعدة يعني مصالح مختلفة من عدة دول والأبحاث الطبيعية التي تخدم ذلك والبحث لدواه واحد يستغرق أحيانا من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة وتستثمر الشركات في هذه البحوث والبحث يمر في خمس مراحل من الخلايا من الحيوانات التجارب إلى التطبيق التجريبي على مجموعة من المرضى طيب بالحديث عن مرضى يا دكتور أنت دكتور موجود بالمستشفى وجيك حالة دائما هل هناك من يتأثر من هذه الشائعات؟ بمعنى لو أنت عندك مثلا يا دكتور مريض عندك خطة علاجية لمدة مثلا تسعة أشهر وكان ملتزم معك ثلاثة أشهر وبعد ما سمع مثلا أي شائعة أو شاب فيديو أو غيره عن أحد الأدوية التي يستخدمها وقفها وأثرت عليه في حالات بهذا الشكل إنسا قد خلق الشائعات؟ أنا مضيت في الأبحاث الطبية في مجال المسلطنات ومجال أدوية السرطان والعلاجات والبرامج العلاجية لمرضى السرطان التي تجمع أحيانا بين العلاج الكيميائي العلاج الإشعاعي الجراحي أو البروتوكول العلاجي وهذا طبعا للأسف نسمع كثير من الزمنة ومن الطبية الرغم أنه مريضة مشت في برنامج جراحي برنامج العلاج التمهيدي والتلطيفي بسبب أنه سمعت بعض الإشعاعات وسمعت كذا تركت العلاج لبرنامج العلاجي المقنن بحسب الطب المبني عن إبراهين وحسب الدراسات والأبحاث واتجهت إلى الأشياء واتجهت إلى خلطة أم إبراهيم ووزر الإبل والأشياء يجري كثير من الإشعاعات حولها بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة رجعت لنفس هذه المريضة للأسف الشديد تعاني من انتشار الورم بدل ما كان في الثدي وإلى مناطق الإبطين والعقد اللنفوية ثم العمود الفقري ثم توفيت المريضة بعد أن وصل الكبد للأسف الشديد مريضات أخريات في نفس البرنامج لم ينقطع عن العلاج الآن صار لأن سبع سنوات إلى تسع سنوات إلى خمسة عشر سنة تأتي فقط تشييك بسيط لأنها صارت على هذا البرنامج العلاجي ثلاثة أشهر العلاج الكيميائي لتصغير ورم أو كذا ثم الجراحة ثم العشعاع ثم الكيميائي دكتور أخيرا 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 دكتور أم بستغل وجودك معي هذه الخلطات قبل قليل يعني اللي انت وصفتها برمزية خلطات مبراهيم وغيرها اللي يستخدموا هذه الخلطات يا دكتور نعم حصل ثلاث حالات أنا متابع واحدة من الحالات دخلت عناية مركزة في مدينة المكبات الطبي ومعروفة برقم المرفو بالاسم بسبب خلطة من هذه الخلطات التي قيل أنها تنظف الأرحام بعد الولادة وكذا يسمونها ردودة ومردودة وشي كذا وثبتت هذه الحالة لكن نحن الآن نتمنى ونطالب بتشتيت مثل هذا الإجراء الذي اتقدته النيابة الآن باشتراك عدة جهات نحن لدينا مؤسسات وعمل مؤسسي هي تغذاء والدواء وعندهم تيقظ الدواء والمتابعة وزارة التجارة تجرم هؤلاء الذين يتاجرون بدون الرخص وبدون رخصة طبية وتحذيرات وزارة الصحة دائما يا دكتور أصلا نعم وزارة الصحة والطب التجارة على حساباتهم يجب أن تقوم بدورها بهذا المجال أشكرك جزيلا شكر ما تبقى لدي الكثير من الوقت من الرياض عالم الأبحاث الطبية والمسرطانة الدكتور فهد الخضيري شكرا يا دكتور لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر